هذا وتتواصل الاستعدادات بمدينة تشارم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022 والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل بمشاركة من مختلف دول من مختلف أنحاء العالم لمنقشة قضايا المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة تشارم الشيخ الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية أحمد تطلعنا على أبرز التطورات في شارم الشيخ وما تفقده رئيس الوزراء اليوم من مناطق ومشروعات جديدة وآخر الاستعدادات الجارية هناك نعم محمد تحية لكم بالفعل قام رئيس الوزراء بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجارية تنفيذها والتي تم الانتهاء منها أيضا هنا في مدينة تشارم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ كوب 27 في السادس من نوفمبر المقبل بداية إلهام أنا أتواجد الآن أمام مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة تشارم الشيخ أو ما بين قاعة المؤتمرات التي هي المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء والتي تفقدهما اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أيضا الدكتور مصطفى مدبولي وصل بطائرته من القاهرة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا وقام بتفقد سير العمل في مطار شرم الشيخ الدولي وتحدث أيضا مع عدد من الزائرين والمسافرين أو الذين يصلون إلى مدينة شرم الشيخ بعد ذلك أتواجه مباشرة إلى هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن وتفقد المنطقة الخضراء وسير العمل فيها وأيضا حديقة السلامة التي تعتبر حديقة غنية بالنباتات هي حديقة نباتية فيها الكثير من النباتات التي على وشك الانكراد وكان يرافق رئيس الوزراء وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بالإضافة إلى الوأخلة فودا محافظ جنوب السيناء بعد أن تعرف على المنطقة الخضراء ومدينة السلام دخل واحدة من الخيام البدوية القرية البدوية أيضا التي تقام على هامش هذه الفعاليات وهي أيضا منطقة يتم فيها استقبال ضيوف المؤتمر هنا في المنطقة الخضراء في هذا الصدد أكدت وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد أن المنطقة الخضراء وصل حتى الآن عدد طلبات استعجار أماكن في المنطقة الخضراء إلى 268 طلب لاستعجار هذه الأماكن في المنطقة الخضراء والتي تتسع أيضا بالإضافة إلى حديقة السلام هذه الحديقة النباتية إلى نحو 12 ألف متر مربع بعد الانتهاء من هذه الجولة هنا على يمين من المنطقة الخضراء وحديقة السلام توجه رئيس الوزراء إلى المنطقة الزرقاء على يساري وقاعة المؤتمرات وأيضا القاعات الملحقة الإضافية لقاعة المؤتمرات والتي تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة وأكد أيضا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن تم الانتهاء من استكمال كافة المرافق للملحقات الإضافية التي أقيمت خلف قاعة المؤتمرات وهي أيضا تتبع المنطقة الزرقاء والتي تفقدها اليوم دولة رئيس الوزراء بعد ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد عدد أيضا من الشوارع والميدان التي تم الانتهاء منها ومن بينها أيضا الميدان الذي أقف أمامه ويظهر في الصورة مئا خلفي هذا الميدان هو ميدان جديد أمام قاعة المؤتمرات تم الانتهاء منه فقط منذ يومين ويظهر بهذه الصورة الحضرية وهذه الصورة الجمالية أيضا وفي أيضا مجموعة من النباتات النادرة داخل هذا الميدان بعد ذلك توجه رئيس الوزراء لفتتاح فندقين وهي من الفنادق التي سوف تستقبل ضيوف المؤتمر وهي أيضا على أعلى مستوى وفنادق أيضا صديقة للبيئة وفي هذا الإطار أيضا تم إضاح أن نسبة الإشغالات في شرم الشيخ وصلت إلى نسبة كبيرة في الفترة الماضية ومن المتوقع أيضا أن تزيد نسبة الإشغالات أيضا بعد فعليات مؤتمر كوب 27 وبالتالي نحن نتحدث عن رواج سياحي كبير تشهد مدينة شرم الشيخ ما قبل المؤتمر وخلال المؤتمر وبعد المؤتمر بعد ذلك انتهت الجولة التي أقيمت ظهر اليوم والآن في هذه اللحظات يقوم دولة رئيس الوزراء أيضا بجولة ليلية هنا في شوارع شرم الشيخ ويتفقد أيضا عدد من المشروعات التي يتم تنفذها وإنجازها بشكل كامير استعدادا أيضا لاستقبال قمة المناقب 27 بعد هذا النقل الحي المباشر لكم سوف أرافق جولة رئيس الوزراء لتعرف على المزيد من المشروعات التي يتم إنجازها هنا على أرض مدينة السلام المدينة الخضراء الصديقة للبيئة شرم الشيخ حتى تكون على أتم الاستعداد لاستضافة مؤتمر قاب 27 في شهر نوفمبر أشكرك جزيلا الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على كل هذه التفاصيل